السلام عليكم طلاب بها المحاضرة أو هذا الفيديو رح وضح لكم محاضرات الذرية اللي أخذناهن طبعا أذر أني أنصوتي شوية استحملوني عندنا بالمحاضرة الأولى نأخذنا النظرة التاريخية عن اكتشاف الذرة هي أصلا الفيزياء الذرية هي معناها ندرس الذرة إشان اكتشفوها ووضعوا النظريات التفسيرها أول من بداية يدرس الذرة هما الديموكراتيس الديموكراتيس أغريق أول ما وضعوا اسمها هي الذرة معناها غير قابلة للفصل من أسماء كلمة معناها غير قابلة للفصل بعدها الجون هنا تمنا سلطة وأنظار عن يمن على الذرة وكذلك البرطانيين والعالم جو دالتون هو أول من وضعوا يعني قدمنا الذرة على أنه العنصر الأساسي للعناصر يعني الوحدة الأساسية للعناصر الكيميائية يعني يعني نسبنا نبوه شنو ذرة أو شو معناه الذرة مفهوم كذرة مفهوم الذرة شنو هو يديون ده بايسيك يونت أو كيميكال إليمنت ليه العنصر الوحدة الأساسية العنصر الكيميائي عدنا بعد اكتشافات عديدة بالقرن التاسع عشر الزرة تكون ثابتة شو معناه ثابتة بالأبعاد صحيحنا نقول هذه الزرة القد الالكترونات هذه الزرة القد تحوى بداخل الالكترونات وبروتونات هذه غلافة الخارج يوصل للد هذه للب هذه للأس بس هي الزرة بصورة عامة تكون أبعاد هش بيها ثابتة هذه حسب من حسب المفرضيات في اكتشافات تكتشفوها بالقرن التاسع عشر قدنا الالكترون الالكترون طبعا أول ما نقدم إياه هو العالم ستوني بيمن بأساسيات كهربائية كمية كهربائية تكون حاملة للشحنة السالبة ونقدر نحسبها وكذلك الاليمنتر تشارج قد تطينا شحنة بس العالم ستوني قال الالكترون تكون برمانطالي تكون ثابتة وملامسة لذرة ومتصير من يمكن نزيلها نحن لدينا الكترون نظر يريد أن الكترون تنتقل الآن ينطيها طاقة تنتقل ولكن ستوني من وضع بالكتشاف هنا تشف أنه عبارة عن شحن تحمل الشحن السالبة وهذه هي التي تترون تشف قابل للفصل عن الظرة ثومسون ثومسون تشف نظر نحن فرضية وتجربة عملية حتى يوضع نموذج لوصف الظرة أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء تحوي بداخلها غاز نبيل يحوي على ذرة عنصر نبيل ووضع قطبا على طرفي الأنبوبة الهدو كاثود من وضع الأنور بالكاثود بعدها تصلط عليها مجال الكهربائي وقت أنه يتخلط من السين من الشحنات نحن نعلم أن الأنور تشحنته موجبة والكاثود تشحنته ساربة تلاحظ أنه الأنور تراني مبعثة تتخلط من الكاثود لأنه أضع أنهود ينموذج من الشحنات يحرك الأنور الموجب من الشعاعي ينحرف الفوتونات أو الإلكترون لا ينحرف لذلك هذه الشحنات هي سالبة لأنه ينجذب للسالب موجب والموجب ينجذب للأنوات والأنوات سالبة موجبة فإذاً هذا السين من الإلكترون أكتشف أنها الإلكترون الأنور وإنه ينجذب ينجذب الزمسون وضع لأنه ينجذب أنه أكثر من أن ينجذب كثيرا من ينجذب جسيمات موحدة و أكثر من أن ينجذب موجة الزرة أو الجزائعة يعني أنها عبارة عن جسيمات وليست أمواج كذلك حسبنا شحنة الإلكترون ثومسون وضع لنا واحد من أول الفرضيات أو أول الخطوات الموضية للذرة تركيب الزرة وهو التوزيع المنتظم للسبستانس أطم موز الإلكترون سكترينج تشتت الإلكترون مع أسفر سفر موز موز بشكل موز موز بشكل موز ثومسون هو أول موضع الفرضية الأساسية للذرة وفترض أن الزرة هي كرة ودور دائما دائما من تحيط بها الألكترون وتحيط الألكترون الزرة 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 تكون متعادلة لذا لدينا شحنات سالبة يعني ذرة ككل منظومة كاملة كذلك هي خالية من الشحنات سالبة ولا موجبة متعادلة ونعرف أن الشحنات موجبة متعادلة لذلك فرض جسيمات موجبة إضافة إلى عدد الزرة وفرض على حلوة البودنج موجودة كيكا وتحب داخلها حبات الفواكه فكذلك وصفنا الزرة هي عبارة عن كرة وداخل شحنات الموجبة بعد من يوجد رذرفوت رذرفوت نطعنا خطوة أخرى لمن تركيب الزرة اسمها نوك نيوكلير أوتو الزرة النووية هذه تجربة جلبنا لوح من الزهد الخالص طبعا بنظرية رذرفوت دحظنا نظرية رذر ثامبسون موديا ثامبسون التوزيع المنتظم للذرة لأنه معظم بسبب من طلاب شون دحظنا كيف أو رذرفوت أثبت فشل نظرية ثامبسون لوصف الزرة كيف فشل فشل طلاب أنه قدنا نحن جسيمات ألفة من سقطنا هنا على لوح الذهبي أو لوح الذهب فشل 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 مرة من اللوح فشل حالة تشدد حالة تشدد حالة تشدد نظرية ثامبسون ما قدرت تسرد إياه رذرفوت رذرفوت نعلم رذرفوت ما قدرت كبير في مدينة كبير حالة تشدد كبير لوح من الذهب وسقط على اليمن وضرب جسيمات ألفة الموجب جسيمات ألفة هي نوات ونصر هيليوم جاهد أثناء التجربة أنه جزء من الشعاع أو من الجسيمات ألفة يمر خلال الذهب جزء من عنده يصبح حالة تشتت ممور ينعكس باتجاهات ما لا أستطيع أن نعكس باتجاهات تشتت باتجاهات متعددة هذا بسبب اختلاف بين حجم الجسيمات ألفة وحجم ذرة الذهب هذه الفرضية دحطت المن أو الطهرة اللحثة دحطت نظرية ثامبسون من الوصف الذرة أنه عبارة جسم وداخل موجات الإلكترونات وبروتونات رادرفورد وجد أنه جسيمات ألفة تكون موجبة فمن تطمر من خلالها أنه لدي حجم ذرة من موجبة من حجم الزرة أكبر من حجم جسيمة ألفة سبسكترنج من عدة ستتنفذ موجبة وقال أنه وجد حجم الزرة حوالي 10 أسالب 14 متر حجم الزرة أقل حبة من إنجستروم إنجستروم هي 10 أسالب 10 متر هو 10 أسالب 14 متر يعني إذا أصفها للذرة حجمها بالنسبة للكون أو أنا أريد أن أفكرها أو أريد أن أتخيل حجمها كأنه أنا لدي ملعب كامل مع الكرة قدم وموجودة الداخل منه وموجودة كرة القلف الصغيرة حيث نسبتها وتكون النيوكلس النوات 99.97% أو أفضاء النوات هي 99 من عدها هي كتلة تكون داخل النوات يعني الكترون كتلة 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 صغيرة بالنسبة لما النوات المتحدة أنا نحن لنظريات الحديثة نظريات حديثة التي تكون نظريات التساطرون التي كنا كنا نظريات الموضيات الموضيات الاف اطم انه ادي شحنات موجبة موجودات بالمركز شحنا موجبة شحنا موجبة موجودة بالمركز و تحيد دار مدارها شنو شحنات ساربة تكون على شكل حلقة اه بطري نظريتنا قاكا ادنا قدمنا انه افري ماسف اطمك سنتر انقلون افري ماسف بلانت الالكترون revolving around the nuclear bounded by electronic force هنا انا طلب تكون المركز الكتلة ومركز الثرر يكون عشوائي ماسف عشوائي انا سلاقلوك شنوية فرضيات منوضع فرض نقاكا نموذج الثرر ووضع لنا ثوابت اسمين شنو هنا دني الثوابت الطلاب انه مركز الثرر يكون عشوائي والالكترونات مرتبطة بالنوات بواسطة قوة كهربائية الساكنة هي قوة الجاذبية قوة كهربائية الساكنة هي قوة الجاذبية هذه فرضية نقاكا بعدها ايجا الكيوبك مودل اللي ب 1902 ووضعناها اللوس افترض انه الثرر مودع دائما الغريق وثونسون فرادرفورد كل العواني يعني عواني فرضة والذرر هي عبارة عن كرات صليبة غير قابلة للمل التجزئة ووضعوا فرضيات الها لكن ان الكيوبك مودل فرضت ان الثرر هي عبارة عن شنو اريد يوصف لياها كأنه غرفة مستطي مكعب غرفة مكعبة كل زاوية من زوايا المكعب موجودة منه الالكترونات وبركز المكعب موجودة الثررات الموجبة عدنا النيوكلير ماطل هنا انا ببداية بثومس اكتشافنا الالكترون من بعد ادي اكتشاف البروتون شون اكتشفوا البروتون عدنا النيوكلير ماطل رادرفورد واخرون اشترون مرع لي بطل مقطع جديد اذا قاني اجو برا اقصف بثارات هي اليوم اقدر اصنع انت عنصر جديد اقدر اصنع عنصر جديد واسطق قصف الكترون جسيمات الفا ذات الطاقة العالية وزو وزو سووا تجربة انه ينتقل تحويل الكترون من عنص من اندره الى اخرى نقل وان اتوم تؤثر من ابركة انه هي الهايدروجين واسطق بكل حالة كل حالة ويجدوا انهم من يقصفون اي عنصر اي عنصر يقصفوا ابنوات اليوم ليجسيمات الفا انه دائما انتجني عن عنصر جديد ويش انتجها الهايدروجين دائما ينتج لي ويكل انصر هايدروجين هذا الهايدروجين طلب الي ينتج لي وكل انصر ذات هايدروجين نوكليل بليد فندمال طرور انهم وجدوا انه دارة الهايدروجين تلعب دور اساسي بتركيب الزرة ومن اجدو من اجا وقارنو يبين نيوكلير ماس لكتلة النوات للشحنة وش وجدو من اجا وقارنو شحنة الالكترون كتلة الالكترون وكتلة النوات وجدو انه كتلة الالكترون تساوي لعدد صحيح من نوات ذرة الهايدروجين يعني الهايدروجين جد الكتلة ماتة اضربها في عدد صحيحة اوجد كتلة نوات الاكسجين كتلة نوات الكاربون وغيرها من الاناصر فلذلك عنا سبين اقول لك سؤال عنا سأل سؤال كيف تستطيع حساب كيف تستطيع حساب كتلة النوات لأي عنصر كيف تستطيع حساب كتلة النوات لأي عنصر كيف تستطيع حساب كتلة النوات لأي عنصر حساب ضرب عدد صحيح من نوات ذرة الهايدروجين يعني ما يعني رغم في واحد في اثنين يعني في ثلاثة في اربعة مو في واحد ونص في اثنين ونص هذا ما يعتبر انتجار عدد صحيح باي ذي ليت بالالف وتسعمية وعشرين فيزيز ويريجولاري رفيرنج هايدروجين كلير اعتبروا البروتون هايدروجين هو البروتون لذلك هنا نكتشاف البروتون اكتشفوه من محاولة يصنعون عناصر جديدة من عناصر بواسطة قصفها بجسيمات الف الموجبة طاقة عالية كل مرة يتحرر ويكل عنصر يتكوين كلي نواة درة هايدروجين كتلته او كتلة نواة درة الكتلة النواة يتم حسابها بواسطة هذا الصحيح من نواة او من درة الهايدروجين انا اكتشفوه الالكترون سامسون رادرفو جامعة تكتشفونا البروتون انه بعد اكو جسيمات ثانية موجودة بداخل الذرة عندنا احنا بداخل الذرة موجودة بروتونات وبعد بياه جسيمات ثانية هي جسيمات متعادلة نيوترون نيوترون ارنس رادرفو جامعة تكتشفوه البروتون انه اكو جسيمات عشوائية موجودة داخل النواة اسمها نيوترونات انه كتلة البروتون اتوامك ننبر بروتونات هذه الفرضية اللي وضع هاردرفو جستحطت انه فرضية انه النوات موجودة بداخله فقط الكترونات وبروتونات وعدد الكترونات يساوي لعدد من عدد البروتونات الاتوميكي يجب أن يقوم بعمل الاتوميكي في الاتوميكي في الاتوميكي وقلنا أنه كتلة الاتوميكي هي مساوية من قيمة عدد الاتوميكي الموجودة داخل الاتوميكي في 1930 بريليوم عندما تضرب نواد الاتوميكي پورتيكي الموجودة كانت تحديث محطة الاتوميكي وقلنا أن نظراً من الاتوميكي من النجاة وقعنا وطلاب بين شحلة الإلكترون وعدد الإلكترونات وعدد بروتونات كتلة الإلكترون وكتلة البروتون من اضربها اني بعدد نوادر الهايدروجين و اجد اني كتلة الالكترون اقارن الكتل بياناتهن اكو اختلاف لازم اني حسب فرضية انه يكون المساوية ان الكتلة الالكترون و كتلة البروتون عدد الالكترون المساوي عدد البروتونات هذا الفرق بينهن هو اللي وجده على اساس منه انه اكو ترجس هيمات ثاني موجودة داخل برسشك تكون غير مشحونة سموها منه النيوترونات النيوكلير موديل هنا انا طلاب فرضية النيوكلير انه هي النوات تكون بداخلها بوطرونات ونيوترونات وتحيدها مدارها منه وتحيد ما مدارها الالكترونات اللي هو نموذج النوات او موديل النوات في 1932 هايزنبرغ 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 هايزنبر هايزنبر غير او موديل هايزنبر؟ الماس نمبر عدد الكتلي ينطينا عدد الزرات الموحدة إلى عدد النوات وعدنا الأطومك نمبر لعدد الزري لعدد الثاني منه طلعا الماس نمبر ينطينا عدد الزرات المتشابهة أو عدد داخل النوات عدد الزرات أطومك آيزوتوبس is identical to its number of nuclears كما عدد العنوية الموجودة يساوينا عدد الزرات وعدنا الأطومك نمبر اللي أيضا يعترف يسمى الآخر هو بروتون نمبر عدد البروتونات هو عدد البروتونات الموجودة داخل النوات يعني أقول لك عرف اللي أطومك نمبر شنوه هو عدد البروتونات الموجودة داخل النوات عدد ديكوتالي هو عدد الزرات اللي موجودة تكون مطابقة إلى عدد النوات تماما؟ بالألف وتسعمية وستين نوكليز ورثات بي ألمنتري بارتكال ايج ويش كود نوت ها بي ماد او سمولر بارتكال البروتونات نوكليز بارتكال ماد من ثلاثة كوارك ووان باستخدام 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 عنصرين او ثلاثة عناصر مع بعض يمكن تفاعل او ارتباط قوي يعني مو فقط عنصر واحد اكو عدد بعد شنو عدد مركبة جسيمات مركبة مو جسيمات عناصر عدد هذه المحاضرة وننتهي هنا طلب اشتركوا في القناة